دعت ممثلة الأمم المتحدة في بغداد جينين بلاسخارت الأطراف السياسية إلى التغلب على حالة الانقسام ومعالجة شح الموارد المائية بشكل عاجل وجادة فيما حثت الدول المجاورة إلى المشاركة في مناقشة تقاسم المياه وقالت بلاسخارت في بيان إن أسرة يونمي تعمل بالشراكة مع السلطات العراقية على إدارة ملف الموارد المائية والتقليل من آثاره السلبية على البيئة فيما أكدت أن ندرة المياه تمثل خطرا مضاعفا بسبب تأثيرها المحتمل في الفقر والنزوح والصراع فضلا عن تداعيتها على استقرار البلاد وازدهاره على المدى الطويلة لافتة إلى أن التخفيض النشط لتدفق المياه من البلدان المجاورة للعراق يمثل تهديدا خطيرا آخر شكرا